السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة الامطهر ان شاء الله اليوم اخدم معكم اللبتي فوق يوجد غزال مقادر بسيطة و المنظر يوجد رائع و حتى المضاق اللي اخدمته بالزبدة الحيوانية ماشيا مارغارين اتمنى اتبع الفيديو حتى الاخير كيف اجدت هذه الحلويات الرائعة شكو باش ديانين المقادر المقادر الحلوة 200 غ فارينة 1 رششة الملح 1 كيس الغاني 100 غ زبدة حيوانية 1 غيضة 100 غ سكار سندة 20 غ كاكا الزبدة انضع المقادر حتى الاتصال الى حتى تتمي بومادة بسم الله البلده يجب عليها مرحة المقادر غير اضع تحين كاكا سوف نضع مزان فلاس كلها سوف نضع مزان فلاس سوف نضع مزان نضع الضحين سوف نضع مزان سوف نضع مزان أضعوا بمشاركة الشباب المارغارين اضعوا بمشاركة يصوحوا بمشاركة وكذلك اضافة جديدة في الحلويات اضافة مارغارين اضافة مارغارين اضافة مارغارين اضافة مره قوم بضع المخص اضافة مره دعو الى الده اضافة مجداخل تحتاجها اضافة مره ثم في الملحة perfid ud اضع الماء اخرى و انا استعمل سبعاني بحل فوي اذا ارى ان يتكدر و اذا اريد ان ادخل الكحين بشوية بشوية يطلق كله بعد اضع الماء يجب ان نضيف ماء كم حلط العرب اكثر احسن نضيف كمكة خونشة وتطيق الماء بالأخر اضع الماء يجب ان نضيف بلستيك من الساكل حتى يجب ان نسلم نضيف الطحين نضيف الطحين نضيف الطحين لا تقوم بخريده لأنه لا يوجد زبدة لا يوجد زبدة يوجد زبدة و لكن يوجد كمية لا تقوم بخريده و يتوقف و نضيف الطحين نضيف الطحين و نضيف و نقوم بخريده و نتوقف نضيف نضيف مقصد و نضيف نضيف و نضيف نضيف و نضيف و نضيف احتمال هذا المطلوب 150 غرام طحين كس غاني 75 غرام سكر صفر بعضة و ابيض بيضة سوف نتعلم الكوكا و ايضا 100 غرام مارغارين و زبداء حيوانية و سميتون سوف نتعلم في التقبع سوف نتعلم سوف نتعلم سوف نتعلم الزبدة سوف نتعلم اصفر البيض و سوف نتعلم لكي لا نتعلم سوف نقطع قليلا سوف نتعلم سوف نتعلم كمز الزبدة مع الزبدة سوف نتعلم الزبدة سوف نتعلم سوف نتعلم الزبدة جيدة كمز الزبدة سوف نتعلم الجيدة الزبدة نحن نستطيع قشورة الليمون ونقشورة الحامض نستطيع قشورة الحامض مع القشورة والطحان نستطيع قشورة الحامض نستطيع قشورة الحامض نستطيع قشورة الحامض لا مشاهدة عندي اعطي فوق عشر الاف من خارط و تبارك الله يلاها ربع وثلاثين ولا كيدخلو يشجعوه لا يقن فين شاهدوك الاشباح لي مقيدين مفهد شان الله مفهد من الاحسن لما بغيش قناة قمتها ينساحب منها لا بمقام عمر شوارج يا كمكي قولو مغاربة من الاحسن طبعا ما يحسن فوق عمر شوارج يا كمكي ترجعوه من المشاهدة ايضا ما يشجعوه ايضا ايضا ما مره فيه جيدا مع ايضا ما يشجعوه ايضا ما يشجعوه وضعي ايضا ما فهمه ايضا ما ايضا ما يشجعوه وصفه لديونا وقلينا نقوم بولدياتي فقد تستطيع تطعي تشاوية وعندما تستطيع تسافيها فاقر ومعنى مستقبل فاقر ومشاوية فاقر ومشاوية وحاولة ومشاوية فاقر ومشاوية لديه خلاله فاقرح 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 سوف نكمل الطحين المطلقة بكم يمكن تجمعوه ولكن لا تخدموه كثيرا لذلك العادية لا تتخدموه كثيرا فإذا كنت تخدموه كثيرا سوف تجرلكم في الطحين كنت تقول لكم زيدون لا تحبسوه من الطحين أعطيتكم الطحين كافي صافي ومن يتخدموه وكنشكر الأخوات الذين لا يدخلوه يشجعوني هم صراحة هم على شكل رجع كنكمل هم الزعماء سوف نكمل جمعه سوف نرى بلاستيق غداي ونخدموه باعته ان شاء الله ودخلت لجعه تتوقف ونخدموه باعته ان شاء الله نسبة المقادة جمعة 140 غران سيبدا حيوانية بحرات المطبخ 90 غران أصفر باعته أصفر باعته أصفر باعته أصفر باعته 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 90 غران 8 غران 10 غران كاكاو نضيفه بسم الله بسم الله حتى الشيكوكلاس يكون فيدوكويرس محسن غرب له أي حاجة غرب له طحين غرب له كل شيء باعته حاجة غرب ونخلقه حاجة غرب حاجة غرب حاجة غرب ونطعه حاجة غرب ونضيف نقوم حاجة غرب رجعه محجم من المضيف معي تخذ محطة تبيات كريمة و تباعة كبيرة نضيف 5-4 غ لصفر البيض و نضيف البيض نضيف البيض نستعمل الماغيج نضيف الماغيج نقوم بتحليل البيض نس junca نقوم بتحليل البيض نضيف البيض ندua البيض نضيف البيض 8 غرام تحين و 10 غرام كاكاو مغرب لين نقسم على الجوش مقسمت تحل أبيض و الخلط كاكاو نخلط كل واحد نخلط لكن لا تحاولوا أن يتعجلوا نخلطوا بحلقة حتى يدخل الخلط و نتلقى و شاء الله لا نتضرب الفيديو و هذا أجل نخلط نصر في طفل وسنن ثم نضغط على العمل وسننن خلط كله. نخرجه بحلقة. نمركه قليلا حتى تغلط و نقطعه. نقوم بحلقة. نقوم بحلقة. نقوم بحلقة. نضرب نفس الطريقة. نقوم بحلقة. نقوم بحلقة. نقوم بحلقة. نقوم بحلقة. نقوم بحلقة. نقوم بحلقة. نقوم ب ورادات. تجربة طريقة جيدة تجربة بلوزة و نوازيطة نفتص نوازيطة في بيط البيض نفتص نوازيطة في بيط البيض نفتص حلقة نجد ساعة أو ساعتين يتم تقرير الحرارة سوف تناول درجة الحرارة 180 دقائق ترد 15 دقائق سوف تنشف مباشرة لكي تنتهي مفترة مطفئ نفتص هاده نلقوا وضعها الى البيض اتخذوا كويرات وضعوا ميزانكم فدكم سوف تعملون 18-20 غرام دوزان في بيت البيض وضعوا دوزان في الوزقان كاسي الكوكا والجنجلان والكوك انا ادرس في 16 غرام انا اقوم بقرار اختبار اخذوا بطبس الاخر ونخلوها نشوف شوية من دوزة ونشوف شوية وكيشد مزيان في الكويرات اخذوا بطبس الاخر فعطينا في اليوم انا اتفادي انا اجب دوزة انا ارىكم الافابو نضيف ملعب سوداء نضيف ملعب نضيف ملعب نضيف ملعب يدعونه طريقة لنخفضها كيفية الحملاء كيفية العادة كيفية العادة فميشة الحمرة سوف تضمون كوكاو نكمل الطريقة هذا القديم يمكننا اصدر من شكل هذا الشوكونات بحيات الشوكونات نفعل حلاب مالذي مالذي ماء مالذي 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 ماء ملذي مالذي مضي ضحين اتخذ قياس واحد اتخذ قياس واحد اتخذ قياس واحد كلها حدث تلك اتخذ قياس واحد نأخذ قياس واحد قياس واحد سعطي قياس واحد اتخذ قياس واحد اتخذ قياس واحد assume? 10g 100g 80g 70g يومي تقوم بتوكي من الوسط ثم يتحللون ثم يقضون يقضون ثم يقضون ثم نضيفه و نضيفه في الطاوة ثم نكمل من وضيفه ثم تظيفه يجب اتباع سوف نقوم بشوكونات بشوكونات ونضرب بشوكونات على الفيديو ونضرب بشوكونات هذا المرأة بشوكونات نضرب بشوكونات نضرب بشوكونات بشوكونات نضرب بكل البليكوز نضرب بشوكونات سوف قرر المصب grande نضرب بشوكونات نضرب بشوكونات نضرب مصبع نضرب بشوكونات لقد نضرب نصبع باستخدام في نسبة لبليكونات لنضرب بشوك تعالوا بمصبع ولهم اضرب بشوكونات نضيف الشوكولات ارى اليوم نضيف الشوكولات وفق بلان ووو انتهي ونصيره بشوكوات بلان هذا الشكل نائعة الحروت لذلك الوقت يجب ان يجب يجب ان يجب ان يمتوا مارغارين نهائيا لكي يجب ان يجب ان يدد وعندما يجب ان يدعى ماداق غزال اما المارغارين لا تجيش مزيان نهائي حاولوا تخدموها على مهم كيميا بالسيطار كتتخرج لكم مشوشها الخرش اللي هاشتبرك اللي بلاطو دايزو الكلام تماني الوصفة تعجبكم و تجربوهم ان شاء الله في العيد و كنت ملكم علي المبارك سعيد و تحلكم السحة و العافية ان شاء الله و تلاقو فيديو جديد و وصفة جيدة و السلام عليكم و حل و بركاته